اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بنك المعرفة في مادة الجغرافيا خدنا في الحلقة السابقة مراجعة وبالتحديد حللنا الاهرامات السكانية وخدنا مجموعة من الاسئلة عليها البعض كان اسئلة موضوعية والبعض الاخر كان اسئلة مقالية علشان نزود الفائدة منها النهاردة بازن الله في الحلقة الجديدة هنبدأ نشوف مجموعة من الخرائط وهناخد كم اكتر من الاسئلة ونعرف ازاي بتتحل على حسب النظام الجديد والاسئلة دي هتشمل الدرسين في الوحدة التالتة الدرس الاول والدرس التاني ونبدأ ببعض الاشكال الموجودة عندنا الشكل اللي قدامي شكل بياني بيوضح نسب العاملين بالانشطة الاقتصادية في مصر في عام 2013 فلو بصيت للنسب اللي موجودة عندنا هتلاقي الزراعة هي النسبة او الحرفة الاكبر بالنسبة لعدد السكان في مصر بياليها التعدين والصناعة ثم التشييد والبناء ثم التجارة والتعليم واخيرا مجموعة من الخدمات والانشطة الاخرى معنى كده ان الانشطة الاقتصادية في مصر قائمة اساسا على الزراعة وعلى المنتجات الزراعية علشان كده في الغالب ومنذ القدم من اشهر الصادرات المصرية مجموعة كبيرة من الحاصلات الزراعية معنى كده لو انا عايز اهتم وانمي ما هو قائم بالفعل من الانشطة هركز على مجموعة الانشطة الرئيسية زي الزراعة والصناعة التعدين والتشييد والبناء واخيرا التجارة لو انا عايز اهتم بانشطة غير موجودة في الشكل اللي قدامي اللي احنا قلنا عليها تبقى اخرى احاول اجيب اي نشط من الانشطة اللي موجودة واقدر اقترح مجموعة من الاقتراحات اللي اقدر اقوم بعملية تنمية فيها الشكل التاني نسب المتعلمين وده موجود في الكتاب المدرسي وفيه خطأ شائع بيقع فيه العديد من ابنائنا اللي طالبوا الطالبات لما باجي ابص للنسب ده تليه اكبر نسبة من الاميين بيليها من التعليم المتوسط بعد كده التعليم اه اللي هو اقل من المتوسط بعد كده التعليم الجامعي بعد كده التعليم فوق الجامعي لو بسيت على الشكل اللي قدامي زي ما قلت الناس خطأ بيفصروا ان الاميين يعتبر من الاقسام التعليمية ده دول غير متعلمين اصلا علشان كده لما باجي اسأل دائما اكتر نسبة من المتعلمين في مصر اللي هي النسبة في اي نوع من انواع التعليم هتليه لو التعليم المتوسط طيب معنى كده لو انا عايز انشئ العديد من المصانع انشئ العديد من المدارس او المنشآت التعليمية بواجه عام يبقى هاتم بانشاء المدارس الخاصة بالتعليم المتوسط لو انا عايز اخرج عدد كبير من العلماء والباحثين لو انا عايز ازود نسبة الابداع عندي لو انا عايز استعين بالعلماء الموجوديني بانا اهتم بالتعليم فوق الجميع وهشجع البحث العلمي لو انا عايز تعليم فني وهكذا على حسب اللي انا بحتاجه منها لكن الامين ده احنا محتاجين برامج من اجل محوق الامية المتفشية في العديد من المجتمعات وبخاصة المجتمعات الريفية وان كانت النسبة بدأت تقل وبصورة كبيرة جدا وزي ما عرفنا في الشرح قبل كده ان نسبة المتعلمين بين الزكور اكتر من الاناس وفي المدن اكتر من القرى معنى كده ان انا اقدر اقوم بمجموعة من الاجراءات من اجل القضاء على الامية عن طريق التوجه اولا الى المناطق الريفية والعمل على ايجاد حلول جزرية علشان زي ما احنا شايفين قدامنا في الشكل كده النسبة بتاعت الامية تكاد تكون نسبة كبيرة جدا جدا قياسا بعدد السكان في مصر الشكل التالي هو شكل بياني بيوضح المناطق السكانية الرئيسية في مصر فلو بسيط لأكبر تجمع سكاني هتليه في محافظات ومدن الوجه البحري اللي هي الدلتة والاسكندرية بيليها مدن ومحافظات الوجه الابلي اللي هو الوادي بيليها محافظة او مدن محافظة القاهرة القبرى بيليها محافظات مدن القناة واخيرا محافظات الحدود واحد يقولي القاهرة هي الاكثر سكانا كمدينة لكن كتجمع كل محافظات الوجه البحري عدد سكانهم اكتر من عدد سكان القاهرة القبرى كمثل الوادي طيب لو انا عايز اعمل مشروعات تستوعب عدد كبير من السكان او مشروعات وخدمات اجتماعية وليكن زي انشاء مدارس او مستشفيات يبقى لابد ان انا اعملها نسبة وتناسب مع عدد السكان اللي موجود فيها طيب لو انا عايز اوجد مجتمعات من الممكن ان انا اقيم فيها بمشروعات رغم كلة السكان ولكن هتفدني بانها هتجذب عدد من السكان اللي موجودين فيه التكتلات السكانية الرئيسية في مصر يبقى انا هتجه مباشرة الى محافظات الحدود وزي ما هنشوف الخريطة بتاعت مصر بعد شوية كل منطقة او كل محافظة من محافظات الحدود هتليها بتتميز بطبيعة وانشطة تختلف عن الاخرى فبالتالي اشوف اي من هذه الانشطة اللي هتعمل على استعاب عدد كبير من السكان وابدأ اتجه لها من اجل الحل النهائي لمشكلة التمركز السكاني الشديد بعد كده عندنا شكل بيان بيوضح نسب سكان الريف من سكان الحضر ولزالت مصر حتى الان او حتى عام 2013 سكان الريف اكتر من سكان الحضر وان كان سكان الحضر بيزيده بصورة مستمرة معنا كده برضو لابد من الاهتمام بالقرى والمناطق الريفية بوصفها عدد كبير من السكان واشوف اسباب الهجرة المستمرة من الريف للمدن علشان اقضي على مثل هذه الظاهرة وبالتالي يبقى عندي تجانس سكاني في كل محافظات مصر بعد كده دي الخرايط هناخدها بالتفصيل وتبقى خرايط اوضح من كده ده التمركز السكاني عدد سكان مصر على حسب الاحصائية بتاعة 2012 حوالي 90 مليون نسمة بيتوزعوا بنسبة 98.2% عايشين على مساحة اقل من 5% بالتحديد حوالي اربعة او تزيد قليلا في المية من مساحة مصر والمتمثلة في الوادي والدلتة ومجموعة الواحات المنتشرة في الصحاري الى جانب بعض المناطق الساحلية وبعض اماكن التعديم في الصحاري بعد كده اكتر من 95% حوالي 96 او اقل بنسبة قليلة جدا وهي الصحراء مناطق غير معمورة بالسكان بيعيش فيها حوالي 1.8% من اجمال سكان مصر علشان كده بنقول ان التوزيع السكاني في مصر بيتميز بالتمركز الشديد علشان كده المشكلة السكانية عندنا ليست بقصرة السكان بقدر ما هي سوء استغلال للموارد وبالاخص بالنسبة لتوزيع السكان في مصر دي خريطة تانية بتمثل لها الكسافات السكانية واللي هلاحظ ان محافظة القاهرة هي اقصر المحافظات كسافة سكانية وبيليها محافظة القاهرة ثم بتبدأ الكسافات السكانية تبقى متوسطة حتى تصل الى منخفضة جدا وبخاصة في المناطق الصحراوية اللي منتشرة في محافظات الحدود نبدأ باول خريطة عندنا خريطة طيارات الهجرة احنا عندنا محافظات الوادي بداية من دخول نهر النيل لمصر حتى التفريعة او جنوب القاهرة بحوالي 22 كم بعد كده عندنا الوجه البحرق او محافظات الدلتة وهي المسلس اللي موجود عندما صب نهر النيل بعد كده عندنا القاهرة اللي هي قلنا عليها قبل كده العاصمة وهي الاكتر سكانا كمدينة ولكن في الترتيب رقم 3 مدينة الاسكندرية وعندنا مدن القناة وعندنا سواحل البحر الاحمر طيب الطيارات بتاعت الهجرة بتتاجه ازاي نلاحظ في الجنوب عند الدايرة الحمرة اللي في الجنوب السكان بيتحركوا الى مدينة القاهرة وطيار تاني بيتتاجه الى مدينة الاسكندرية طيب لو بصينا للجزء التاني المظلل باللون الازرق برضو في محافظات الوادي هتلاقي طيار بيروح الى مدن القناة والجزء التاني بيتجه الى سواحل البحر الاحمر معنى كده لو بصيط للوادي هتلاقي فيه عدد كبير من السكان بيتركوا اماكنهم ثم يتجهون الى محافظات مختلفة اشهرها القاهرة وبيليها الاسكندرية ثم مدن القناة وسواحل البحر الاحمر الدلتة من شرقها بيتجه الى مدن القناة من الوسط والجنوب بيتجه الى القاهرة بعد كده من الغرب بيتجه الى مدينة او محافظة الاسكندرية لو بصيط على الشكل الدوارة الحمراء كانت في مكان اتجهت لمكان تاني ده ده بيدل على ايه ان لو استمرت طيارات الاجرة كما هي عليه هبصت ليه عدد كبير من السكان في المناطق او المحافظات بينتقل الى اماكن محددة على خريطة مصر فهيزود لي المشكلة السكانية سوء ومش كده وبس هيقدي الى تخلخل سكان في مكان وكسافة سكانية مقتضة في مكان اخر او في اماكن اخرى وبالتالي هيسبب العديد من المشكلات طيب الاسئلة ممكن تجيلي على الخريطة وعلى طائرات الهجرة ازاي ممكن سبب هجرة السكان من الصعيد الى سواحل البحر الاحمر او الى مدن القناة او الى الاسكندرية او الى القاهرة لو بصر الاسكندرية من اهام يستحوز على العديد من الصادرات والواردات المصرية مدن القناة للعمل في الشحن والتفريغ اللي موجود عندنا في قناة السويس او للصفن المستخدمة لقناة السويس سواحل البحر الاحمر قد يكون هناك اماكن للتعدين وقد يكون اماكن سياحية معنى كده ان هناك عوامل جذب تنتشر في العديد من المحافظات لو انا عايز اقضي على مثل هذه الظاهرة لابد ان انا اجعل الاماكن الطاردة للسكان بها العديد من عوامل الجذب اللي بتخلي السكان يخرجوا الى اماكن اخرى بعد كده نشوف الخريطة التانية وهي خريطة توزيع السكان وبالاخص انها تزداد سوءا بسبب طيارات الهجرة اللي موجودة عندنا اول جزء عندنا الوجه البحري وبالتحديد الدلتة خالبيتها معدى اطرافها الشمالية والشرقية الى جانب عندنا كسافة سكانية كبيرة جدا او عدد كبير من السكان في محافظة الاسكندرية ثم الوادي بس في الوادي عندنا الضفة الغربية من القاهرة الى ناجة حمادي وفي الضفة الشرقية من ناجة حمادي حتى اسوان بعد كده القاهرة القبرى اللي بتضم القاهرة والجيزة والاليوبية بعد كده مدن قناة السويس زي مدينة بورسعيد مدينة الاسماعيلية مدينة السويس وهي المدن الواقعة على طول قناة السويس اجزاء متفرقة في الصحراء الغربية الشاسعة اشهرها الواحات والساحل الشمالي ولو بصينا على الواحات هتلاقي موجود فيها مياه جوفية فمن السهل اقامة العديد من المجتمعات الزراعية او المجتمعات الرعوية واللي بالتأكيد تجذب اليها السكان الى جانب السواحل سواء لوجود درجات حرارة وامطار مناسبة زي اقليم مريوت لقيام نشاط زراعي او الساحل مباشرة للاشتغال بحرفة الصيد السمكي او التجارة البحرية او حتى السياحة زي مرسى مطروح ومدينة الاسكندرية وقد توجد في اجزاء متفرقة من الصحراء الغربية حيث توجد اماكن التعدين زي البترول او الحديد او الفوسفات وده احنا وقدينه في المراحل السابقة بعد كده عندنا سواحل البحر الاحمر عندنا كمثل مجموعة كبيرة من الانشطة السياحية توجد على سواحل البحر الاحمر عندنا بعض الموانئ الهمة عندنا بعض مراكز التعدين اللي موجودة فيها بعد كده اماكن متفرقة من شبه جزيرة سيناء سواء على اطرافها الشمالية حيث اعتدال الحرارة والمياه وقيام بعض الانشطة وفرة المياه او اجزاء متفرقة منها في اماكن التعدين او في الجنوب سواء للسياحة او لبعض الانشطة الاقتصادية التعدينية الاخرى فلو لاحظنا الخريطة اللي موجودة عندنا المناطق المعمورة والمزللة باللون الاخدر اماكن قليلة ومحدودة ومبعصرة في مصر واللي قلنا لا تزيد كمساحة عن اقل من خمسة في المية في حين الاجزاء البيضاء الشاسعة هي عبارة عن مناطق فيها كسافة سكانية كبيرة هناخد سؤالين كده على الماشية تميز الارم السكان اللي امامك به البطالة بين الشباب التنمية الامية الاعالة في كبار السن لو فعلا بصيت وحللت زي ما خدنا في الحلقة السابقة تليل اعالة او كبار السن المجتمع الذي يتميز بضعف العلاقات وقلة التلاحم بين سكانهم سكان الحضر الريف البدو الساحل من المعروف ان خدنا المجتمع المصري ريف وحضر وعندنا بعض البدو اللي منتشرين في اجزاء مختلفة وسكان الساحل فلو قلنا ضعف العلاقات قلة التلاحم هيبقى في الحضر بينما الريف والبدو بيبقى العكس تماما تؤدي الزيادة الطبيعية الى تغيير حجم سكان الدولة من خلال الهجرة الخارجية الهجرة الداخلية ارتفاع معدل الموليد ارتفاع معدلات الوفيات لو بصينا لمعدلات الموليد والوفيات ده من الزيادة هتأثر فيه عدد السكان بينما الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية ده عوامل غير طبيعية والسؤال هنا المفروض كان يبقى الزيادة الغير طبيعية اما لو عايز الزيادة طبيعية هيبقى ارتفاع معدلات الموليد يفضل سكان قناء الهجرة الى مدن ده لو بصيت للخريطة بتاعة طائرات الهجرة شمال سيناء جنوب سيناء البحر الاحمر الوجهة الابلي لو لاحظنا القاهرة كانوا بيتجوا الى السواحل الشرقية للصحراء الشرقية وهي سواحل البحر الاحمر من المتوقع ارتفاع نسبة الزكور عن الاناس في محافظة سهاج الجيزة بنسويف قفر الشيخ كلما زادت الهجرة الى محافظة معينة هتزاد نسبة الزكور على عكس المحافظات الطاردة اللي هتقل فيها نسبة الزكور وهتزيد نسبة الاناس سهاج طاردة بنسويف طاردة قفر الشيخ طاردة يبقى الزكور هيزيده اكتر في محافظة الجيزة بوصفها من المحافظات الجاذبة للسكان يمكن خفض معدلات النمو السكاني لمصر عن طريق الاهتمام بالخدمات هل الخدمات المختلفة تقدي الى خفض معدلات النمو السكاني تشجيع الهجرة الخارجية هل كل ما شجعت الهجرة الخارجية هيقدي الى خفض معدلات النمو السكاني رفع مستوى الدخل أو خفض معدلات الأمية لو بصيت لأسباب الزيادة الكبيرة في أعداد السكان الأمية فلو أنا عايز أعمل خفض لمعدلات النمو السكاني في مصر يبقى لابد أن يكون عن طريق خفض معدلات الأمية أكثر العوامل المؤثرة في نمو السكان في مصر معدلات الموليد الهجرة الداخلية صافي الهجرة الهجرة الخارجية ده أنا بقى عايز ألي عوامل طبيعية أو عوامل غير طبيعية هل الهجرة الداخلية هتأثر في نمو السكان وأنها قبل كده أنها بتعيد توزيع السكان وليست زيادة صافي الهجرة لا الهجرة الخارجية هتأثر ولكن بصورة محدودة وقد تكون مؤقتة علشان كده أقصر العوامل تأثيرا هو معدل الموليد ويمكن ده الشكل الأول من أشكال المشكلة السكانية عندنا تتجه الدولة لحل مشكلة التمركز الشديد للسكان من خلال التوسع في مجالات التنمية الإقليمية في ضوء العبارة اختر أقصر المحافظات التي يمكن التوسع في مجالات التنمية الإقليمية بها هي محافظة لو فاكرين لما خدنا في خريطة مصر وقلنا التمركز السكاني قلنا في محافظات زي محافظة الوادي الجديد محافظة مطروح في الصحراء الغربية البحر الأحمر في الصحراء الشرقية شمال سيناء وجنوب سيناء في شبك زيرة سيناء دي من المحافظات اللي فيها ندرة سكانية وفيها كسافة سكانية قليلة جدا فلأنا عايز أعمل مشروعات تنموية اقتصادية أقدر أحل بيها مشكلة التمركز الشديد هل أتجه إلى محافظة الغربية الوادي الجديد المنوفية بانسويف لو بصنا للغربية من مناطق التركز السكاني الشديد في مصر فبالتالي مش هينفع أعمل فيها مشروعات علشان أجذب إليها سكان تاني هي مش مستحملة العدد الكبير للسكان اللي موجود فيها المنوفية كمثل وبانسويف كمثل رغم أن المنوفية وبانسويف من المحافظات اضطاردة للسكان شأنها شأن غربية لكن لو بصت للوادي الجديد هتليه المساحة بتاعته كبيرة هتلاقي فيه العديد من أماكن المياه أطراف الشمالية تسقط عليها الأمطار في مناطق سياحية في أماكن تعدين يبقى من السهل أن أنا أقوم بمجموعة من المشروعات اللي أقدر عن طريقها أن أنا أجذب إليها عدد كبير من السكان فبالتالي هيبقى الوادي الجديد طب لو ما جاب ليش الوادي الجديد ممكن يجب لي محافظة مطروح ممكن يجب لي محافظة البحر الأحمر ممكن يجب لي محافظة شمال سيناء ممكن يجب لي محافظة جنوب سيناء لأنه مش شرط أن أنا بختار مكان معين دون آخر لأن الأساس عندنا أن أنا ببص لمساحة المحافظة وما يتوفر بها من عوامل تساعد على إقامة العديد من المشروعات وبالتالي تجذب إليها السكان من المحافظات الأخرى السؤال اللي بعد كده تأثر توزيع سكان الإسكندرية بخصائص المناخ موارد المياه مظاهر السطح التربة الخزبة هل الإسكندرية محافظة زراعية لا يبقى أنا أستبعد التربة الخزبة هل الإسكندرية بيتوفر بها المياه رغم سقوط فيها الأمطار ولكن يتم توصيل مياه الشرب إليها من نهر النيل هل مظاهر السطح يعني هي تربة سالية أو ساحل معين سواء من الداخل أو الخارج في فصل الصيف فبيؤدي إلى قصرة عدد السكان يقل السكان في الأطراف الغربية في محافظة الشرقية الدقالية الغربية القاهرة لو بصنا لمحافظة الشرقية تقع إلى الشرق من فرع دومياط أو في جزء الشرق من الدلتا وقلنا بالفعل بيقل فيها السكان لكن أطرافها الغربية دنات ليه وسط الدلتا نفسه في عدد كبير من السكان الدقالية الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من الدلتا وهي أيضا أجزاءها الغربية لا يقل فيها السكان ولكن لو بصنا على محافظة الغربية اللي هي وغدى الجزء الأوسط من الدلتا أجزاءها الغربية اللي هي غرب الدلتا وقلنا فقر التربة أدى إلى قلة عدد السكان قلة السكان في محافظة قفر الشيخ بيعود إلى أو بسبب فقر التربة الظروف المناخية النقل والمواصلات موارد المياه يعني هل قفر الشيخ اللي بتشرف على فرع رشيد بالنسبة لها موارد المياه فيها قليلة هل ظروفها المناخية أدت إلى قلة الكسافة دي تقع ضمن إقليم البحر المتوسط هل وسائل النقل والمواصلات قفر الشيخ مش بعيدة عن محافظات الواد الدلتا ولا عن محافظة القاهرة أيضا طب هي بتقع فين أصلا يعتبر الجزء الشمالي الغربي من الدلتا طب نفتكر كده لما قلنا العوامل المؤثرة في توزيع السكان في مصر قلنا الأطراف الشمالية والأطراف الشرقية والأطراف الغربية يبقى أنا شلت كلمة شمال الدلتا وجبت محافظة من المحافظات ودي موجودة عندنا فيه الكسافة السكانية يبقى عندنا فقر التربة أو ملوحة التربة وبالأخص أن أطرافها الشمالية بيقع مباشرة على البحر المتوسط ومجموعة البحيرات مما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة بعد كده عندنا مجموعة من الأسئلة المقالية من وجهة نظرك ما دورك كمواطن مصري لحل مشكلة التمركز السكاني في مصر ممكن أعمل مشروعات زي ما قلنا في أي منطقة الأسئلة الموضوعية كان بختار مكان معين بختار مكان معين من ضمن الاخترارات الموجودة عندي لكن أنا بيقول لي في أي الأماكن مثلا ممكن زي ما قلت الصحراء الغربية الشرقية أو شي بجزيرة سيناء تبزل الحكومة المصرية جهودا كثيرة لحل مشكلة أزمة ارتفاع معدل الموليد في دول عبارة ما مقترحاتك من أجل خفض معدلات الموليد في مصر طبعا أشوف الأسباب وأبدأ أعالج سبب سبب منها بعد كده العلاقة بين الإحصاءات السكانية وخفض معدلات الزيادة الطبيعية الإحصاءات السكانية بتعرفني أن إحنا في مشكلة سكانية كبيرة بتعرفني لو بسيط على شكل الهرم السكاني الأزمات اللي موجودة عندنا وبالتالي علشان أقوم بعملية تنمية اقتصادية لابد من خفض معدلات الموليد إذا كنت مسؤولا في الدولة المصرية ما الدورة الذي تكون به لحل مشكلة الهجرة من الريف إلى المدن زي ما قلت أشوف عوامل الجذب اللي موجودة في المدن اللي بيروح لها السكان وأبدأ أوفرها في المحافظات أو المدن اللي بيخرج منها السكان وبالتالي هقلل أعداد المهاجرين وأقدر أحل المشكلة السكانية عن طريق مجموعة من الإجراءات ودي كلها أسئلة بيبقى في حرية الطالب في ظل ما تم أخذه في المنهج الدراسي وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من المراجعة الثانية في جغرافية مصر للصف الأول السنوي مع وعد بلقاء في حلقات قادمة إن شاء الله وشكرا